مع شهر يناير في كل سنة بتهل بشير الخير على المصريين وتحديدا على الفلاحين الكرام بتبدأ موسم من مواسم حصاد الموالح في مصر والحقيقة الموالح في مصر متميزة جدا عندنا انتاج كويس جدا من خلال الكمية المتوفرة منه ومن خلال كمان جودة الموالح المصرية بقت علامة مسجلة في كل أسواق العالم مصر بتعتبر من أهم الدول اللي بتنتج موالح في العالم علشان كده بيكون عليها طلب كبير جدا في التصدير لو شفنا أول سبع شهور من السنة اللي فاتت 2023 صادرات الموالح تخطط حاجز المليون وتسعمية ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية ده بالتأكيد كان ليه عواقق كبيرة على المزارعين والمستثمرين وكمان طبعا على الدولة المصرية من خلال توفير العملة الصعبة هي وحنا نتكلم عن فتح أسواق جديدة وأن نحن نسبة الصادرات زادت ده بيكون ليه معاني كتير جدا من أهمها هذه الجودة أو جودة الموالح المصرية وأنها لازم تكون ليها معايير محددة عشان تقدر أنها تنافس في هذه الأسواق العالمية وتقدر مش بس أنها تنافس أنها تكون موجودة بهذا الحجم وحنا نتكلم عن البرتقان المصري تحديدا ليه شهر عالمية في التصدير للخارج عشان كده إحنا بنصدر تقريبا 80% من الإنتاج سنويا ويمكن روسيا هي أكبر دولة بتستورد منها موالح وتحديدا كمان البرتقان بنسبة 20% من الإنتاج كمان السعودية بتستورد حوالي 10% من الإنتاج كمان ده يمكن دليل على جودة وأهمية الحاصلات الزراعية المصرية عايزين نقول لحضراتكم كمان أن مصر حجزت مكان ليها ضمن الخمسة الكبار في العالم هي من أكبر خمس دول مصدرة للموالح بتنافس دول كبيرة جدا وليها تاريخ في تصدير الموالح زي اسبانيا وجنوب أفريقيا السوق المحلي الفكهة البرتقان تحديدا ليها خصوصية عند المصريين هي بسموها كده فكهة الشتاء اللي بتكون متواجدة دايما في كل البيوت المصرية سعرها معقول في متناول الجميع وطبعا ليها فواية صحية كتيرة جدا غنية بفيتامين سي يعني غير أنها فكهة هي كمان بتكون علاج للبرد زي ما بقولوا كده صيدلية ربانية موجودة في كل بيت ممكن نعالج نفسنا ونحمي نفسنا من الفيروسات بتناول فكهة البرتقان هي بش بس كده كمان إحنا السيدات بنستخدم البرتقان في حاجات كتير قوي بقى حنكم بقى أكلات بنعملها في البيت الكيكة كيكة البرتقان معروفة طبعا يا محمد الصبح كده حلو أي كيكة البرتقان صحة لحياتها خطيرة حنم نستخدموه في حاجات كتير أه تحب البرتقان أصلا؟ أه طبعا ببرتقان وتحب الوستفندي أكثر هما الاثنين بس هي عموما الفكهة دي الموالح عموما هما ثلاث حاجات الموالح اللامون والبرتقان والوستفندي أظن أنهما مهمين جدا في كل بيت وكمان مليانين بالفوايد طبعا أكيد أكيد والحياة ببرتقان المصري فعلا مميز حتى لما نبقى موجود بنشتري مثلا فكهة لا نبقى عايزين ببرتقان البلدي بتاعنا نبقى عايزين يستفندي البلدي بتاعنا نيطان كده مختلف اللامون البلدي بتاعنا ما عليش برضو على أي حال نحن النهاردة معنا من بين فقرات برنامج من النهاردة هيكون فيه فقرة من البحيرة هنشوف فيها إزاي بيتم جمع محصول البرتقان وتجهيزه للبيع سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير مرة تانية جمعة مبركة على حضرتكم بنصبح عليكم مرة تانية صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يا مصر